سيناريو زي ما دكتورة ميري قالت متكرر كل يوم في العياد يا دكتورة ابني أو بنتي عمالة تخس في الوزن تخس في الوزن دي ما في جهازة ان احنا بنسميها فولترين جراس فولترين جراس عشان بالزبط السلايد دي حتقولي انا حمشي ايه خطوة بخطوة اول حاجة عملها لما يجيلي عيان عمالي يخس كتير لازم اول حاجة ابتدي بيها ان انا ايكسكلود اي موربديتي اي اندوكراين رينال كورديك ديزيز لازم ايكسكلود قبل ما نهري ونقول ده ابنك ما بيكلش او ابنك كزا اللي هي التأسيمة بتاعت انا ارغانيك ولا نان ارغانيك كوز عملت اكسكلوجين لاي ارغان انت ليه بت لا سأني بس اشان بنزبط وقت اشتركوا في القناة 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 والفنان ارغانيك اللي هو النيتريشن اول ما شبت بقى ان اعياني ده عنده حاجة نيتريشن المفقود اعمل ايه لازم امشي في خطوتين ويمشوا الاتنين برل مع بعض مفيش واحدة منه متتأخ لازم اخد نيتريشن الهيستري ولازم اعمل انا هشرح كل حاجة في عجالة بس علشان الوقت بتاعنا عملت نيتريشن الهيستري وعملت نيتريشن الهيستري وعملت نيتريشن برضو بنعمل حاجة اسمها نيتريشن ال بلان ونيتريشن ال ايد وحنعرف الفرق ما بين الاتنين كمان شوية هعمل الاتنين دور وحمشي العيان for follow up طبيعا ان انا متوقع لما يجيلي العيان وانا ازبطت من فوق لتحت بالسيستم ده يجيلي one of two options يا اما العيان بتاعي جاي كويس وابتده يجين ويت وحطه على سين تايلز بتاعته ولا ايه بتده يتحسن يبقى انا هقول له خلاص continue وفوله اب لان القصة دي مش يوم ولا اتنين ولا اسبوع ولا اتنين دي بتاعت فترة عملت كل الكلام ده وبردو جاي الويت جاي الويت زي ما هو بالزبط ما فيش اي improvement يبقى يبقى انا غالبا من الاول استعجلت وكان في عندي missed underlying pathology وانا من الاول ما عملتش exclusion لاي organic cause طيب لما قلت ان انا علشان اشخص كويس واتأكد ان الشخص ده ال defect اللي عندي pure nutritional لازم اعمل nutritional history و gross monitoring nutritional history لازم بكون sized قوي وانا باسأل انا حاسأل الامة على طفل بيرضى يعني لسه في ست شهور الاولانيين لو هو breast feeder لازم اسأل بالتفصيل في مشاكل breast feeding ما فيش ما عنديش عندي pain مش عارفة تعمل لاتش كويس في مشاكل اي حاجة بتانترفير مع الايه مع breast feeding لا ده انا طفلي formula fed النوع ايه كل يوم والتاني الام متوترة وتنقله من النوع من formula على formula التانية ما فيش حاجة خالص يتأكد قدامك ان عدد المكييل بتحطها على عدد الفليود مزبوطين لا ده كله مزبوط بس عنده برزاستان vomiting عمالي المشكلة لا ده انا طفلي بعد ست شهور يبقى لازم اسأل كل ما يعرف بالmeal time battle كل ما له علاقة بالاكل بيأكل ايه؟ بيأكل قد ايه؟ بيأكل ثلاثة او two snacks زي ما بنقول بيتضرب علشان ياكل الام دي controller الام دي مزعجة شوية الاكل مش مزبوط كل ما كل ما له علاقة بالاكل المفروض ان انا اسأل عليه gross monitoring لو انا بقول بكلمة واحدة وعايز ا اوصف gross monitoring بتاع filter gross وبنكتبها كده في امتحنات الامسة كيو كلمة واحدة serial measurements يعني ما تجليش الامة عند تسعة شهور وترميلي البيبي على الميزان وتقول لي يعني هو وزنه كويس يعني هو كويس يا دكتورة ما ينفعش لازم ايس مرة واثنين وثلاثة وحطه على graph علشان يديني الشكل التقليدي بتاع filtering gross اللي هو mainly height مش متأثر أو length بينما لاقي الوية عمال الريات بتاعتي شهرة عن تانية عملت filter وينزل sentile او اتنين او تلاتة according للseverity بتاعت الحالة بتاعته بالاتنين دول بقدر احلف بقول اده nutritional cause طب هعمل ايه؟ عرفت ان هو nutritional cause ببتدي حط therapeutic plan بتاعي therapeutic plan بتاعي جزئين حاجة اسمها nutritional plan وحاجة اسمها nutritional aid nutritional plan دي بعملها deal based بعملها في اي حد طبيعي مش طبيعي faltered مش faltered لازم ابتدي بيه والحقيقة الحالات المايلد والمدرت بتمشي بال nutritional plan الوحدة nutritional plan اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي قبل ما ابتديها او قبل ما اقول الشقين بتاعها لازم ازبط فيها الكالوري لان دي فكتة عندي هنا كالوري الام لازم تعرف انها long term هي مش حكت بالنهاردة تجيلي الاسبوع الجاي تقولي ما زادتش يا دكتورة ده long term انا نقعد شهور في القصة دي ولازم الايه؟ الجراس منيترينج على طول جات الـ nice guideline وهي بتتكلم على الفولترينج قالت يا جماعة خدوا بالكود انتوا لازم تتحركوا فحكتين فيما يعرف بالفود شويس وبالدرينك شويس الفود شويس اللي احنا لسه قيلينه وعارفينه وكل الناس عارفاه والدنيا كلها بتتكلم عليه اعلقت الدرينك بيها النايس اخدتنا بلنا ان فيه اربع حاجات كافيلين لوحدهم يعملوا فولترينج في الجروس للبيبي اللي هو ايه؟ قالت لنا يا جماعة اوعوا تستغنوا عن exclusive breastfeeding لمدة ست شهور اوعوا تدوا فروت جوس قبل سنة اوعوا تزودوا الملك انتاك بعد سن السنة عن 550 ملي اوعوا تدوا home made fresh juice اكتر من مرة في اليوم home made fresh juice بتهقل الجملة دي لقالت جوهينة ولقالت نسلة ولقالت شليمو ولقالت عيلة بكلها preservative ولا تلات اربع مرات ولا قالت قصو مش عايز يأكل يأخد له علبة عصير افيض لا مش افيض خالص ما يأخدش اذا الدرينج من الحاجات المهمة قوي بالنسبة لي نيتريشنال ايد اللي هي كأني بستعين بصديق عملت الكلام ده كله والدنيا ما تحسنتش ما قمتش يبقى حفظة الماشي بالنيتريشنال بلان بتاعي وزود عليها بلاس او ماينس واحد او اتنين او تلاتة تلات اختيارات قدامك يعني نعمل فوت فورتيفكيشن طبعا دلوقتي الحمدلله بقى عندنا الساشت الفورتيفاير بتدى تبقى فيها هيومن ملك فورتيفاير بعد ما كانت كلها بوفايب هجمع الفورميلة او بامبت بريست ملك وافتح عليها الساشت وابتدي ايه اديها للبيبت الديني هاي كاليرز انا هعمل هاي كاليرك فورميلة يعني ايه الفورميلة العادية بتاعتنا كده بسرعة هماني بيدوني عشرين كيلو كاليري لا ده انا عايزة المكالي اديني تلاتين يبقى تديره الهاي كاليرك فورميلة او تديره الان اس اللي هي الوري نيترشنل سابليمنت برضو عبارة عن بودر غالبا وبينضبص واتخدش سول نيترشن تتخد كسناك والمفترض انها ده او ده او ده على حسب السيفيرتي وعلى حسب الاج بتاع البيبي لما بيمشي مع النيترشنل بلان تبقى غالبا الدنيا ان شاء الله تتزبط هارجع تاني انا عملت النيترشنل هستري وعملت جروث اساسمنت حطيت النيترشنل مانجمنت استراتيجي بتاعتي اللي هي النيترشنل بلان ما نفعيتش زودت عليها النيترشنل ايد وفولو اوب العيان بتاعي يا اما ييمبروف وكمل بنفس السيستم سواء بلان او سواء ايد لو انا عملت ايد اكمل بي وفولو اوب وكونتينيو معاها لا دا ما فيش ريسبونس بعد كل اللي عملتو يبقى انا اكيد زي ما قلنا في اندرلاين باثولوجي وفي اورغانيك كوز وانا من الاول ما اخدتش بالي وران فور نيترشنل كوز وانا من ترجمة نانسي قنقر شكرا